بمناسبة مشاركة المغرب في الدورة 39 للجنة كوديكس حول التغذية وأغذية الحمية يوم تحسيسي بالرباط في هذا الإطار أهمية المشاركة المغربية في هذه الدورة والطلاع مهني قطاع التغذية والسلامة الصحية على أهم المستجدات والمتغيرات في المجال من أبرز محاول هذا اللقاء من خلال هذا اللقاء نحاول أن نبرز للمهنيين أهمية مشاركة المغرب في الدورة 39 للجنة كوديكس وذلك تماشياً مع المعايير الدولية لتتمكن من توفير منتجات صحية وملائمة لأطفالنا المهنيون المشاركون في هذا اللقاء نقشوا أهمية احترام المعايير والتوصية الصادرة عن هيئات من قبيل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والإسام في ضمان تغذية آمنة وملائمة للردع تحدونا رغبة كبيرة لأن نصير منصة للتبادل مع مجمل الأطراف المتدخلة في مجال تغذية الأطفال بالمغرب وبالتالي في هذا اللقاء الذي يتمحور حول مشاركة المغرب في الدورة 39 للجنة كوديكس يرم التحسيس بالعمل المنجز والمجهودات المبذولة في مجال النهوض بمعايير تغذية الأطفال اجتماع تقييم مشاركة المغرب في أشغل لجنة كوديكس التي انعقدت ببرلين من رابع إلى ثامن دجمبر الماضي الذي نظمته الجمعية المغربية لتغذية الردع والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للسنة الثالثة على التوالي يندرج في إطار الجهود التي يبدلها المكتب للرفع من مستوى المشاركة الوطنية في أشغل لجنة كوديكس أليمونتاريوس من خلال تحسيس المهنيين برهانات هذه الهيئة الدولية وحثهم على المشاركة الفاعلة في مسلسل إعداد معايير كوديكس ترجمة نانسي قنقر